بسم الله الرحمن الرحيم يا أهلا بكم ومعاكم رامي إبراهيم الشهير برامي الجنزوري ومن جيتوب ميكس أكاديمي والنهاردة الدرس الثاني من أردوينو إيه هو الأردوينو نعمل بي إيه إلى آخره تقدر أن أنت تشوف الدرس السابق أو تقدر تشوف الفيديوهات السابقة الخاصة بالأردوينو أنا وضحت هو ممكن نعمل بي إيه ومشاريع إيه الدروس دي تعتبر فيه كم درس اللي جايين إن شاء الله هنتكلم عن اللغة نفسها بتاعت أردوينو فالناس اللي هي عندها خبرة مسبقة بلغات زي مثلا لغة C++ أو أي لغات أخرى فهنتكلم عن المصطلحات اللي أنتوا أكيد عارفينها فبكل بساطة هقولك خش على المرجع اللي أنا هعرضه النهاردة وتقدر أنك تقرأ وتلخص الموضوع ولكن الفيديوهات دي أنا بس أعملها للناس اللي هي ما عندهاش خبرة بالبرمجة أو اللي هما مبتدئين في البرمجة فبعرفهم يعني إيه المصطلحات زي المتغيرات وأنواع البيانات إلى آخره بحيث أن هما لما يتابعوا معانا الدروس أو الأمثلة اللي هنعملها يبقوا فاهمين إحنا بنعمل إيه تمام؟ هنتكلم النهاردة عن أول حاجة على المتغيرات أو الفاريبلز وهنتكلم من خلال الموقع بتاع الأردوينو أو المرجع بتاع الأردوينو طبعا هو فيه هنا أكتر من حاجة بس أنا دائما ببتدي بالفاريبلز لأن دي أهم حاجة المتغيرات دي واستخدامها دائم جدا حتى في أي لغة أخرى برمجة أنت بتستخدمها وهنعمل المحاكاة هنستخدم المحاكي اللي قدامنا ده بحيث أن إحنا نكتب الأكواد ونشوف الأسر إيه المحاكي ده بيكون تقريبا بالظبط كأنك بتستخدم الأردوينو أو البردة بتاعت الأردوينو في الحقيقة بيديك نفس النتيجة بالظبط طيب فكرة المتغيرات فكرة المتغيرات بكل بساطة طبعا في فاريبلز هتسمع كتير جدا هنتكلم بس النهاردة عن الكونستنت أو السوابت والسكوب والستاتيك والفالاتيال بس إن شاء الله بأمر الله يعني إحنا همنا إن إحنا بس نركز على الحاجات دي وبعد كده هتلاقي الموضوع سهل فما هي المتغيرات بكل بساطة المتغيرات هي عبارة عن مخازن يعني إيه مخازن مخازن للقيم مش فاهم يعني إيه مخازن للقيم خلينا نبص على المثال اللي قدامنا مثلا ده ونقول إن إحنا أقول لك خليني أفتح السوفتوير أفضل عشان ده بيبين مبين وفين المثال السابق؟ آه ده المثال السابق اللي احنا تكلمنا عنه جميل خلينا نبص على المثال ده نلاحظ إن إحنا في قيم عندنا زي مثلا الأرقام أو فيما بعد هنتعرف على أنواع القيم وأنواع الداتا أو الكلام ده أنواع البيانات والحاجات دي كلها بس عموما بصفة عامة إحنا لو هنستخدم مثلا قيمة قيمة فأكتر من جزء في البرنامج بتاعنا فالأفضل إن إحنا نخزنها في مكان واحد ونستدعيها من خلال المكان ده يعني إيه الكلام ده؟ يعني هنقول إن إحنا كتبنا سكريبت أو سكيتش طويل جدا وعايزين نقول إن إحنا هنتعامل مع البن أو مثلا مع المخرج بتاع رقم 13 أكتر من مرة مش مرة واحد زي اللي قدامنا ده؟ طيب افرد بعد كده أنت عملت update أو عملت تعديل في السيستم بتاعك أو في البردة بتاعتك وخلت المخرج بدل ما هو 13 خلته 11 وبيقدي نفس الوظيفة أو بيوصل الكهرباء لنفس الآلة اللي هي كانت بتوصل 13 هل المفروض إن إنت تفضل تمر على كل سطور البرنامج بتاعك وتفضل تغير تبصر رقم 13 فين وتغير وتغير طبعا مش منطق هتبقى صعبة والتحديث هيكون صعب فالمتغيرات بتسهلك العملية دي خصوصا إن في الحاجات المتقدمة بعد كده هتبقى أنت سايب البراح لللي بدخل يعني لللي بيعمل الaction لللي بيعمل الحركة فاللي بيعمل الحركة ده أنت مش متوقع ومش عارف هو مختار إيه فبتدينه مخزن فاضي وتقوله خزن فين اللي أنت عايزه وبعد كده أنا أستخدمه في البرنامج بتاعي طيب الكلام الشرح جميل يبقى المتغير هو عبارة عن مخزن بيبقى ليه اسم وبيخزن قيم والقيمة دي أنت ممكن تغيرها بإيدك أممكن تغيرها أثناء تنفيذ المرنامج مفيش مشاكل حلو قوي إزاي نعلن عن المتغير المتغير بكل بساطة لو هخلينا نكتب هنا طريقة كتبته أنت بتدي أي متغير أي متغير زي مثلا على سبيل المسال اسمي رامي وبيساوي وتدي القيمة اللي أنت عايزها 13 فقط ده دلوقتي رامي ده أصبح المتغير وبعد علامة يساوي أنت كده بتدخل في القيمة اللي أنت عايزها طيب جميل قوي ولكن هنا هنا لابد من أنت أنك تدي قيمة تدي نوع للداتا اللي هتدخل في المتغير يعني إيه الكلام ده يعني أنت أول ما بتعلن عن المتغير بالطريقة دي بيتم التخزين في الزاكرة اللي هي الزاكرة المؤقتة اللي هي بتسمى رام بيخزن أن فيه متغير اسم رامي وبيه هيدخل فيه قيمة رقمية أو قيمة نصية أو قيمة عشرية أي أن كان القيمة اللي أنت عايزها برضو طيب هندي إزاي بقى هنعرف إزاي إن المتغير ده هيحمل نوع قيمة معينة إن أنت بتيجي هنا قبل ما بتعرف المتغير بتكتب النوع اللي أنت هتدخله زي مثلا فيه نوع عندنا اسمه إنت إنت يعني إنت يعني إنتجر طبعا الإنت دي دي حاجة built-in موجودة أو الكلمات دي اللي اسمها الكيووردز دي بتبقى موجودة في اللغة نفسها حتى لو إحنا جينا رجعنا لإيه هنا للمرجع بتاعنا هاتل هي يقولك إنت عندك إيه آه إحنا هنا في الفقه إنت عندك مثلا كل دي عبارة عن مجموعة أنواع متغيرات ودي اللي احنا بنقول عليها اللي هي data type أو أنواع ال data اللي هتدخل في المتغير فمثلا الpool دي بتقبل أو الpoolين بتقبل الحاجات دي ان شاء الله هناخدها متقدمة فيما بعد لو أنت عايز مثلا تدخل في المتغير الرقم بتدوس integer أو بتحط integer عايز تدخل مثلا كلمة بتدوس اللي هي share عايز تدخل مثلا كلمة متكونة من أكتر من كده word إلى آخره طيب تعالى دلوقتي برضو احنا مش فاهمين هنستدعي ده إزاي أو هنستخدم ده إزاي فدلوقتي أنا مثلا ultra me بساوي 13 بكل بساطة أنا بدل ما هكتب هنا 13 والكلام ده خليني أكتب إيه رامي و13 هنا رامي رامي بس في الوقت ده لما أنا آجي مجرد ما أغير بس قيمة المتغير رامي بدل 13 أكتب 11 أكتب 10 فبالتالي هي تتغير أوتوماتيكيا وتلقائيا على طول فين في البرنامج بتاعي طيب جميل جدا تعالوا ناخد ده كده وهنحطه في البرنامج المحاكي اللي أنا أقولتلكو عنه في المرة السابقة وتعالوا نتأكد أن المطور أنا كنت بالعب بس أنا كنت بالعب طيب خليني بسرعة سريعا هون ريموف وده ريموف والمطور ده ريموف هحط عبارة عن لمبة اد للمبة وهوصل ده تقريبا الموجة بتاعها هخليه في الرقم في المنفذ بتاع رقم 13 والسالب بتاعها هخليه في الجراوند تمام جدا وهي ممكن حركة كده تعالوا كده نعمل نشوف الكود اوكي هايتم تعالوا نعمل تست ننور التابع طبعا زي ما قلنا العلامة دي ليه عشان بتبقى عايزة مقاومة بس مش مشكلة هي دي مش لمبة حقيقية يعني هتتحرق احنا بس مجرد أن احنا عايزين نتجرب عليها خلينا نحط الكود بتاعنا الكود بتاعنا أنا شرحه في الدرس السابق ولكن برضو أنا هشرحولك بسرعة أو هرجع علي بسرعة دي عبارة عن أننا عندك هنا الدلتين الأساسيتين الست أب أو اللوب الست أب مجرد أن أنت بتحط الحاجات اللي بتتنفذ لمرة واحدة أما اللوب بتحط الحاجات اللي بتتكرر فهنا مثلا بقول بن مود بمعنى أن أنا عايز أعرف أن المخرج بتاع رقم 13 اللي هو دلوقتي طبعا أصبح عبارة عن متغير رامي هخليه أوتبوت يعني أنا هتطلع منه الكهرباء اللي هو المخرج ده وفيه كمان بن مود 12 أنا هقولك حاجة أنا هشيل الـ 12 دي إن كده كده أنا مش موصل أي لنبة تانية غير بس رقم كام 13 عشان ما لخبطكش خلي بالك رامي يعني رقم كام 13 وأنا هنا رامي 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 تمام المفروض اللي هيحصل إن أنا لما أبتدي أنفذ هيتعرف فعلا وبعد كده هيبتدي يعمل دوران أو لوب يروح موصل الكهرباء لأن الفانكشن دي ديجيتال رايت مهمتها إن هي هاي لما بحط هنا اسم المنفذ وبحط إيه هاي واللو هاي يعني وصل الكهرباء لو لو يعني اتفك الكهرباء والدلي دي مهمتها إن هي بتستنى يعني كأنها بتدي كهرباء وبتستنى لمدة ثانية وبعد كده تطفي الكهرباء وبعد كده تستنى لمدة ثانية والكهرباء مطفية وتفضل تكرر ده لحد أما تطفي الجهاز ففي الوقت ده تعالوا نعمل محاكاة أهو آه شفتوا مع إن أنا هنا حطت إيه رامي 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 وأنا هنا رامي عامل رقم 13 طيب تعالوا مثلا نحط هنا رقم 12 احنا كده غيرنا ونقول له start هتلاقي ما فيش أي كهرباء المنفذ دلوقتي شغال على رقم كام على رقم 12 الدليل على كلامي إيه إن أنا لو جيت المنفذ السلك بدل ما أحطه في 13 أحطه في المنفذ رقم 12 ونفذ آه add the code start هتلاقي إن فعلا الكهرباء وصلة لـ 12 مش 13 فهمتوا يعني إيه متغير مخزن ممكن تغير فيه القيمة زي ما أنت عايز طيب جميل جدا فيبقى إحنا كده فهمنا فكرة المتغير بالصفة عامة وفهمنا ممكن نستخدمه إزاي في بعض القوانين اللي أنت بتستخدمها مهمة جدا إنك تعرف إن المتغير لما لتسمية المتغير أولا لازم يكون بالإنجليزية ما ينفعش إن يسبقه أي حروف غريبة أي حروف غريبة ده ممنوع هو فقط حروف إنجليزية ما ينفعش يبتدي بأرقام ما ينفعش يبتدي بعلامات بنجمة كل ده غلط تمام ما ينفعش إن أنت تحط في اسم المتغير فواصل زي بالمنظر ده ده برضو غلط ما ينفعش طب لو أنت هتعمل متغير من كلمتين تعمل underscore وبعد كده تكتب اللي أنت عايزه حلو يبقى دي حاجة مهمة جدا اللغة العربية أو أي لغة أخرى طبعا لا ممكن إيه تاني موك لو أنت عايز تستخدم أرقام تستخدمها في الأواخر أو حتى في النص المتغير ما فيش مشاكل بس ممنوع أن أنت تستخدمها في الأول دي مهمة جدا المتغير بيكون حساس لحالة الأحرف يعني إيه يعني رامي كده لما نكتب مثلا بالحروف اللي هو أول حرف كابتل والباقي سمول ده كده عبارة عن متغير يختلف عن أن أنا أكتبه بالطريقة دي كده كإني بعرف اتنين متغيرين نفس الاسم ولكن حالة الأحرف مختلفة فطبعا بتبقى النتيجة أن ده متغير وده يصبح متغير آخر فخلي بالك من حالة الأحرف لو عملت المتغير كل كابتل لازم لما تيجي تستدعي تستدعي كل كابتل عملت كل سمول سمول غيرت أي حرف كابتل أو سمول لازم تستدعيه بنفس الصورة اللي أنت عرفتها به وقت تخزين القيمة طيب حاجة مهمة كمان عايز أقول هالك الأرقام لما بتكتب لما أنت تدخل مثلا رقم الرقم بتكتب مباشرة بالطريقة دي طب لو أنت عايز تدخل اسم أو نص في الحالة دي طبعا مثلا سبيل المثال معناها أن احنا كده هندخل مثلا نص ففي الوقت ده أنت بتستخدم علامتين التنصيص دول وبتكتب فيهم اللي أنت عايزه فمعنا أن أنت تحط أي حاجة في علامة التنصيص معنا أن هي نص حتى لو كانت حتى لو كانت أرقام الأرقام دي لا تحسب أرقام دلوقتي ولكن تحسب نص تحسب نص تمام لكن لو أنت عايز ترجحها أرقام تاني أو تستخدم كأرقام تاني فبتكتبها بصورة مباشرة بالطريقة دي بالنسبة للأرقام الكسورة العشرية أو الكلام ده مسموح أن أنت تستخدمها ولكن لازم تدي النوع النوع مثلا اللي هو المناسب لها برضه هقولك راجع هنا عشان برضه ما طولش قوي قوي في الشرح راجع هنا على مثلا الفلوت الفلوت أو اللونج أو الحاجات دي كلها هتلاح حتى بيديك أمثلة الفلوت يعني إيه أو اللونج يعني إيه إلى آخره فكل دي أنواع أنت في الأغلبية ما تستخدم ممكن تستخدم الانتجر طبعا الانتجر أو هتستخدم البيت أو هتستخدم مثلا إيه تاني يعني أنا ما أعتقدش البولين برضه الاري دي هنتكلم عنها فيما بعد اللي هي درس خاص للمصفوفة بس عموما ده اللي يهمني إن أنا أقولك ولازم أنت أنا بديك الطريق لازم أنت تخش وتقرأ وتحاول تنفذ وهتشوف النتيجة أنا مش هديك كل حاجة كده على طبق من ده لازم أنت كمان تبزي الجهد معايا حلوة قوي قوي يبقى كده إحنا فهمنا الفكرة عندك برضو حاجة هنا دي إن شاء الله هنتكلم عنها تحويل القيم تحويل القيم دي إن شاء الله هنتكلم عنها فيما بعد بأمر الله بس خليني أدخل على الجزئية التانية اللي هي بتاعة الكونستنت أو السوابت 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 بكل بساطة هي عبارة عن مش متغيرات هي عبارة عن مخازن ولكن ما بتتغيرش قيمتها يعني إيه الكلام ده يعني أنت مثلا مجرد ما بتحط لو أنت كتبت كده مثلا فلوت بي وان فلوت بي مثلا وان ده متغير اسمه بي وان وبيساوي القيمة اللي جواه اللي هي 3.14 أو 3.14 أو فاصل 14 في الحالة دي لو أنت كتبتها من غير كلمة constant أو constant معناها أن هي متغيرة قابلة أن تتغيرها في وسط البرنامج بتاعك ما فيش مشاكل لكن مجرد ما بتحط قبلها constant بالطريقة دي معناها أنه خلاص كل سنة وانت طيب ما ينفعش أنه أنت تغير القيمة دي القيمة دي بتبقى ثابتة عشان كده كلمة constant يعني ثابت ففي الوقت ده دي بتفضل ثابتة جوه هذا يعني مثلا لو إحنا جينا برضو أهو جينا هنا وقلنا مثلا رامي رامي هيبقى عبارة عن integer وهعمل constant يعني كام حرف كده من constant وحدد مثلا المنفذ اللي هو رقم 12 في الوقت ده ما ينفعش أنه أنا أغير رامي تاني تعالى نلعب كده شوية مع المحاكي ونشوف لو حاولنا نغير اللي يحصل أو اللي هيكون فاهو copy paste خلي بالك const int رامي يعني متغير رامي هو عبارة هياخد الانت أو هياخد هياخد القيمة الرقمية وهو ثابت وما بنجي بنستدعي بنستدعي بنفس الطريقة ما فيش مشاكل start هتلاقي إن الكود شغال تمام جدا طيب تهتلي بقى رامي اهو رامي مثلا بيساوي مثلا 13 خلي بالك وبرضو هتدي له int int بص اللي هيحصل start آه قالك error sorry it seems like your code has some errors ليه؟ لأن انت المتغير أو الثابت رامي منفعش أن انت تدي له قيمة أخرى خلاص كل سنة وانت طيب لأنه أصبح ثابت يحمل بس القيمة اللي فيه انتهى الأمر على كده فاهو start يستمر تمام؟ فهو ده الفرق ما بين المتغير والسابت السابت ما ينفعش أن انت تغير القيمة بتاعته ولكن لو مثلا جينا كررنا رامدة تاني هبص من غير كلمة constant دي اهي هحزفها وهروح مثلا بدي له رقم 13 وهقول له start هل هيحصل؟ برضو قالك فيه error أوكي سويني بقى كده أوكي ده يعني الويندوز مش وقت تخلص على فكرة أوكي الحركة الرقم بتاعت الويندوز ففي الوقت ده هو بيقول لي أوكي آه أنا آه عشان تقريبا عرفته مرتين خلينا كده start أوكي ما زال بيعمل الويندوز برضو طيب خلينا نعمل ممكن تكون فس أوكي بنموت أوكي 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 هي بس في نقطة معلش شوية من ناحية حاجة هنأخدها اللي هي بس عمون على أي حال آآ رامي 12 يعني مثلا هنقول هنا إحنا عرفنا ده المتغير ده إنه هو هيكون رقمه 12 جميل جدا أو معنى تاني إنه إحنا نستطيع من منفذ 12 ففي الوقت ده مش هيحصل أي مشاكل لإن ده فعلا السلك اللي إحنا موصلينه فلو عملنا start هنلاقي إنه فعلا المثال شغل تمام ماذا إذا جينا هنا عرفنا هنا رامي 12 وبعد كده جينا غيرنا القيمة من 12 ل13 ففي الوقت ده طبعا ده يصبح السلك المفروض اللي يشتغل اللي هو رقم كام اللي هو رقم 13 مش اللي 12 أهو start هتلاقي إنه فعلا 13 هو اللي شغال ليه؟ لإنه إحنا غيرنا المتغير إحنا فعلا لما عرفنا المتغير الأول من 12 بس بعد كده جينا جوه وغيرناه برقم 13 فهو ده الفرق ما بين المتغير والسابت السابت لا يتغير والمتغير ممكن تغير قيمته فيما بعد ما فيش مشاكل طيب دلوقتي بقى نخش على جزئية أخرى وهي الجزئية اللي هي بتاعة السكوب إيه هي حكاية السكوب دي؟ السكوب دي بكل بساطة بيعرفك تأثير المتغير تأثير المتغير يعني إيه؟ يعني مثلا دلوقتي إحنا لما نعرف المتغير هنا غير لما نعرفه هنا غير لما نعرفه هنا ليه؟ لأن ده كل حتة من دي بتعتبر كيان منفصل بذاته مش فاه برضو يعني إيه؟ يعني طبعا أنا بس النقطة اللي عايزة أفاهمها لك أن أنت لما تيجي تغير المتغير بتعرف المتغير لأول مرة بتدله قيمة فقط لكن لما تيجي تستدعي أو تيجي تغير قيمته فيما بعد بتكتبه بس وتكتب القيمة المناسبة ليه إلا في حالة أن أنت تغير قيمته ده موضوع مختلف أو تغير النوع بتاع قيمته ده موضوع مختلف بس زي ما أنتوا شفتوا أنا حطيت في 12 وبعد كده جيت هنا حطيت في 13 بدون أنت أنت دي أول مرة فقط أو أيا كان النوع اللي هتحطه بيكون أول مرة فقط بالنسبة لجزئية الاسكوب أن بكل بساطة أنا لما أغير أعرف أو أعرف متغير في النحية الخارجية دي ده معناها أن المتغير ده بيكون عام عام يعني ممكن أستخدمه في أي حتة في البرنامج بتاعي تمام؟ في داخل البرنامج بتاعي فهنا مثلاً لما لجيت هنا حطيت هنا خلي بقى رجعه رقم 13 تاني على المنفذ الأساسي لو أنا جيت هنا حطيت رقم 13 فاستدعيت المتغير رامي في البرنامج بتاعي فاتقابل فعلاً وتنفذ بدون أي مشاكل زي ما احنا شايفين طيب ولكن تعالى مثلاً لو إفرد أن أنا حبيت أن أنا أعرف ده هنا في الست أب بالمنظر ده جميل؟ طيب وتعالوا كده نشوف النتيجة هتكون عاملة إزاي هيقول لك error الله؟ الأررر ده ليه؟ لو أنت قريت الأررر اللي تحت ده هيقول لك إن المتغير بتاع رامي ده المتغير بتاع رامي اتعرف فقط في function بتاعة الست أب لكنه غير موجود هنا يعني المعنى تاني هنا بحد هو مش قارئ أن فيه متغير أصلاً اسمه رامي بيساوي رقم 13 عشان كده قلت لك دول اتنين كانين منفصلين أي حاجة هتعرفها هنا مش هتتعرف هنا تلقائياً إلا في حارة لو أنت رامي المتغير ده بره لو أنت رامي المتغير ده بره بيتعرف تلقائياً هنا وهنا طيب تعال نعرف جوه اللوب تعال نعرف جوه اللوب كده رقم 13 وتعال ننفذ ده start فعلاً هتلاقي بيتنفذ عادي حتى لو حتى لو إيه؟ حتى لو أنت شرت دي start هنا بقى هبص اللي حصل إيه؟ قالك أنا مش لاقي رامي ده هنا مع أنه موجود هنا بس قالك هنا أنا مش لاقيه فالمتغيرات العامة أنت بتحطها بره المتغير لو أنت عايز تخدمه جوه هنا فقط أو هنا فقط يبقى بتعرفه لو أنت عايز تخدمه في الجهتين بس خاص بهنا وخاص بهنا هيبقى المتغير ده لقيمة تختلف عن المتغير ده ما فيش مشاكل يعني لو أنا جيت هنا مثلاً حطيت رقم على سبيل المثال 12 هنا هيتعرف 12 وهنا هيتعرف 13 بص حتى اللامبة تلاقيها مش متوهجة قوي لأنك هنا أنت معرف أن الكهرباء تطلع من رقم 12 ولكن جيت هنا أنت بلتولي خرج الكهرباء من رقم 13 فهمت؟ إذن نفس المتغير هو ما تغيرش يعني دي ما زالت تحمل 12 لأنها جوه الكيان بتاع الست أب ولكن هنا ورامي اللي هو النسخة التانية 13 جوه فقط كيان اللوب أظن أنا مش هدقق على الفكرة أكتر من كده برضو لو أنت دخلت بعد كده لما ناخد دوران فور هتلاقي أن فور فيها متغير بيبقى متعرف جواها فقط فهي دي الفكرة بتاع تلسكوب أنت هنا تحدد المتغير هيكون فينا على مزاجك طيب في بقى الجزئية الأخيرة في ستاتيك كمان تعالوا نبص على الستاتيك أنا شايف بصراحة أن دي الفكرة متقدمة نوعا ما فإن الأفضل أنا مش هايز أعملك يعني حاجة صعبة أنا هسيب الجزئية الجزئيتين الأخارة دول بتاعت الفكرة والفلتل دي الفلتل دي هنستيق برضو هنسيبها فلتل برضو دي شوية تيكنيكل فأنا مش عايز أعملك شوية حاجة كده في الماغك بس عموما دي إن شاء الله هناخدها لما نستخدم ونبتدي نطبق ونقع في حاجات نبقى فعلا عايزين نستخدمها ففي الوقت ده هفتح لك الصفحة دي تاني وهشرح لك دي هنستخدمها ازاي ودي هنستخدمها ازاي مع التطبيقات أنا يهمني الأساسيات أنا بديك الأساسيات مش الحاجات اللي هي ربما تكون متقدمة عنك وفي الآخر أعقدك فكلي كل حاجة بوقتها طيب ده الموضوع النهاردة بتاع الفاريبلز بالنسبة للكونفيرت برضو إن شاء الله دي هناخدها فيما بعد هي بكل بساطة عبارة عن فانكشنز أو دوال موجودة مهمتها إن هي بتحول من قيمة أخرى يعني على سبيل المثال لو أنت مدخل رقم في هيئة نص وعايز تحوله كرقم فممكن تستخدم الدلة بتاعة إنتجر دي أهو مثلا إكس حتى هنا في عندك أهو مثلا هنقول إن المتغير إكس دخلنا فيه أرقام ولكن فهي أنصية يعني ما بين علامات تنصيص طب لو أنت عايز تحوله الرقم بتروح حاطة إكس جوه الفانكشن بتاعة إنت وفي الوقت ده أنت بتحول الرقم فعلي بحيث أن أنت ممكن تدخله في عمليات حسابية الدرس القادم إن شاء الله انتظروا هنعمل عمليات حسابية وشوية تلاعب مع الفاريبلز وبعد كده إن شاء الله هنكمل مع بعضينا فانتظروني وشكرا على المشاهدة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر